يوم عاشورة يوم عاشورة هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهذا اليوم كانت العرب تصومه في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ولما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وجد أن اليهود أيضا يصومونه فسألهم عن صيامهم له لماذا؟ فقالوا إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكر الله فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فأمر بصيامه وصار صومه واجبا فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية في شعبان قول الله تعالى قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه صار الصوم الواجب هو شهر رمضان ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صيام يوم عاشور صار مندوبا إليه ومستحبا وقال من شاء صام ومن شاء ترك فصار صوم يوم عاشور من المستحبات المطلوبة على غير باب الوجوب ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا اليوم وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت فصيام يوم واحد يكفر الله تعالى به خطايا السنة الماضية وهذا فرصة للإنسان أن يسارع إلى صيامه ويحرص على ذلك وينبه أولاده كبارا وصغارا على أن يصوموه وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوزمون صغارهم الذين يطيقون الصيام بصيامه فكانوا يصومونه رجالا ونساء صغارا وكبارا لأجل تحصيل هذا الأجر والثواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر